طيب بسم الله والحمد لله وأشهد على إله إلا الله ووحده لا شريك له وأشهد على محمد عبده ورسوله اللهم صلى الله عليه وسلم ومالك لنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام كثيرا ثم أما بعد درسنا من الموتين العربية والألمانية لترسل فرها بشمدوج بارك الله فيكم وارك الله خير وصلنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين بارك الله فيكم أولا تكلمنا عن الإظهار قلنا هو نطق النون نطق النون أو التنوين كما جاءت من غير أي تغيير وبارك الله فيكم الأظهار يكون إذا أتت النون الساكنة أو التنوين وبعدها العروف الهمزة الها العين الحاء الغين والأخا ثم تكلمنا عن الإضغام والإضغام والإضغام هو أدخال حرف ساكن في حرف متحرك من جنس الثاني منهما والإضغام بارك الله فيكم حروفه يرملون وينقسم إلى خسمين إضغام كامل وحروفه لا مراء وإضغام ناقص مع غنى مع غنى وحروفه يومي ثم تكلمنا عن الإقلاب وقلنا بارك الله فيكم هو أن تجعل النون الساكنة أو التنوين أن تقلب أميما إذا أتى بعد حرف الباء والإغفاء بارك الله فيكم هو بين الإضغام وبين الإضغام بين الإضغام بين الإضغام وبين الإضغام مع الغنى وحروف صرص لا ثنى كم جاد شخصا قد سمى ضعضا لمن زد في تقى دم طيبة دم طيبة وحروفه هي بقية الحروف نحن تتكلمنا عنهم好 befيكم و اليوم لا تتابعاو رحيكم في حكم أميما الإسردينة إنشاء الله exactamenteيك hayا ما الذي سي amى هل جميل ليصلك معcerتمية ما 你 are هما انت قصت عن الله المترجم للقناة الزوية أنت لا يوجد أن يدران الزوية أن يدران أيضا إثناء وإضافة يارم لون هناك في الأشياء يدران يدران هناك في الأشياء فيما يا حياتي في مواسع تكتب التالة إسميلا على عشق مع بحقول والعشق مع معسلائي واحدة من يارع وغون هذه التالي تحضر معها معظم معفور معحيم معفور معحيم وان الله أكبر إقلاب إذاً لا يمتلك في الأخذ فإن يمتلك إنه يمتلك في الأخذ إنه يمتلك في الأخذ يمتلك في الأخذ إخفى هذا هو الأخذ المحرجة يعمل محرجة يعمل محرجة محرجة habíanس لا يتعلم محرجة وحضر ذلك يمكن أن تتعلم محرجة يمكن أن تتعلم محرجة ومحرجة محرجة فولشتين لكتشبريك دس هم فيها عاليس شون كهات ويتماما بايتا بارك الله فيكم وارك وارك الله خيرا من أحكام المين الساكنة أحكام المين الساكنة بارك الله فيكم إذا جاء حلف من حروف الهجاء بعد مين ساكنة فإنها لها ثلاثة أحكام أولا الإخفاء والإضغام والإضغار هذه الثلاثة أما الإضغام فيكون إذا أتى بعد مين ساكنة مين وأما الإخفاء إذا أتى بعدها وأما الإضغار فهي بقية يا ماذا تقول هنا في قلوبهم في قلوبهم مرض المين الساكنة بارك الله فيكم وارك بارك الله فيكم بارك الله فيكم وارك الله فيكم وارك الله فيكم وأما الإضغار فهم بيناه ويجب أن نسلع بعد الكثير من أمي مما ترتدي ، فهم بيناه من نسلع الدولي وضعنا نسلع كُلُّهُمَّ رَضْ لَكُمَّ كَسَبِتُمْ لَكُمَّ لَكُمَّ الآلاثِيْكُمْ كُلُّهُمَّ وَتَلْفِيْكُمْ وَتَلَكُمَّ كَسَبْتُمْ لَكُمَّ منذ عُّدًا بليد هذا سيلاح ورحمة الله خيب برام صورة البقرة لا أياي خلونا وصلنا هيا فاديش كذلك متنوح قصير هم؟ متنوح قصير صحة دانية انا اخد كمئة ثم وقتين ستورج نعم متنوح قصير لا اخد كمئة ثم رجل على الوقت اما عملكو ترجمة نانسي قنقر أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم للذين يبلون من نسائهم تربص أربعة أشهر تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله رفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم فإن الله سميع عليم للذين يبلون من نسائهم للذين يبلون من نسائهم للذين يبلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء فإن الله رفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم 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 كان الرجل لا يترك المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها فيتركها لا أيمن ولا ذات زوج وكان يتركها هكذا سنة وسنتين إنه أخبرت أخبرت أخبر يحب أن أخبر أخبر فهو هذه في obtالذة لا يحب أن يكون أخبره مجرد إلى فيكم ولكن في مناطق يمكنك أن يلغت في حانين أنت تصل على أخيص عن أخيص أو صورة أما عندما يلغت يلغت في أخيصني لماذا لمدة سبقون في مانات؟ لماذا لمدة سبقون في مانات؟ ويساول أمكان أمري الله تعالى قال مطعب أمري الله تعالى حاوثضًا ويساعدت فطا محمود حاجة لكم بناء منذ الالة ومع المعزل لكم الطريقة من جزائق ولكنت أنظر حيث أمري model أمريد أن أنظر لا يكن منه إلى أمريكيه أنظر وظلت على مثل هذا أساس بطولي تيزايا ولدي تزوية آيات 226 سورة البقرة الله تعالى يتبارك الله فيكم كم بيت والإلاء كنت الحلف الحالى ل kamu جائع كم جائع كم جائع جائع كم جائع يقولون Nonetheless يقولون يا بقد سيكون أنا أحضر الله يتصار أكبر محسن كنت أحضر 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 فيها يقولون أنه يتصار أكبر فيه إجري كنبي أحضر أحضر محسن تأيب عقادة من قرر parkedون الله سورة لعفن أحضر 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 الأحضر من أحضر كنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدم الضبين أولئك على هدم الضبين وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتغي له والحديث ليضل ومن الناس من يشتغي له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذني وقرا فبشره بعذاب أديم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم جد 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 ونظر أفراجي لأي سؤال كم نوصل طيب بارك الله فيكم السؤال الرابع والأربعون ما هو توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل لجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطل قولاً وعمل ونفي العباد عن كل ما سوى الله كائناً من كان كما قال تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا بيشاه وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقمي الصلاة لدخلي وغير ذلك من الآيات وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله ما هو ضد توحيد الألوهية ضده الشرق وهو نوعان شرق أكبر ينافيه بالكلية وشرق أصغر ينافي كما لها بارك الله فيكم إذن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعالنا يعني هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الضائرة والباطنة قوم نعم فأنتحفظ هذه توحيد الله بأفعالنا يعني الذي يأتي مننا لله سبحانه وتعالى الدعاء، السجود، الركوع، الذكر كلهم قال تعالى أعبد الله ولد تحركوا بإشاء ضد التوحيد شرق وشيرك نوعان شرق أكبر شرق أصغر الأكبر ينفي التوحيد كاملة الآزر كمال التوحيد يعني التوحيد موجود ولكن ما ينفيهكم بارك الله فيكم سبحانه وتعالى أصغر Die Frage 44 und die Frage 45 Und zwar بارك الله فيكم سبحانه وتعالى أصغر Was ist توحيد والألوحي Was ist توحيد Die Bestätigung der Einzigkeit Allah SWT in der Anbetung Und zwar Das ist die Bestätigung der Einzigkeit Allah SWT in allen gottesdienstlichen Handlungen äußerlich, innerlich wörtlich und Wort und Tat und Verneinung der Anbetung von allem anderen außer Allah SWT Allah SWT in Surat in Israel Jahr 23 وَقَدَى رَبُّكَ دَيْنْ هَرَىٰ تَعْبُدُوا اللَّهِيَ بَسْيَنُوَ اللَّهِ اللَّهِنْا أَنْسِقَانْبَتَ Und Allah SWT in Surat in Israel 36 وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِيشْهِنَا dient Allah oder betet Allah an und ihr dürft nicht neben ihm beigesellen und Allah sagt إِنَّنِ أَنْ اللَّهُ لَا إِلَا Ich bin Allah es gibt keinen anderen Anbetungswürdigen außer Allah SWT betet mich an oder diene mir und und Aqim al-Salat al-Dikri das wird macht das Bittgebet und bete für meine Erwähnung es gibt andere Eier was ist gegen Tauhid al-Ulouhiyya die Frage 45 das ist es gibt zwei Arten von Schirk große Schirk was den ganzen Tauhid vernichtet und kleine Schirk was die Vollkommenheit des Tauhides sage ich jetzt was die Vollkommenheit des Tauhides vernichtet das bedeutet es gibt Tauhid aber das nicht vollkommen aber bei Schirk Akbar der große Schirk Tauhid ist weg bei dem zweiten bei dem kleinen Tauhid ist da und deshalb lerne das Barakallahu wie gesagt Tauhid al-Ulouhiyya ist dass wir Allah Subhanahu wa ta'ala allein und einzig anbeten indem wir unsere Wörter Taten innerlich äußerlich an Allah Subhanahu wa ta'ala richten Subhanahu wa ta'ala ist ob man sagt Bestätigung der Einzigkeit Allah Subhanahu mit unseren Handlungen das ist Tauhid al-Ulouhiyya und dagegen ist der Schirk möge Allah Subhanahu uns bewahren dann kommen wir zu letzten zwei Themen Barakallahu Fikun zwei einmal Hadith was wir genommen haben nehmen erstmal Hadith und dann lesen wir paar von surat Dariyat und dann gebe ihr paar Minuten für paar Fragen die in internet könnt auch Fragen schon schicken damit wir nicht so lange bleiben ab انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوق فهو أجدر ألا أن لا تزدر نعمة الله عليكم مخاري مستقيم عن أبي ورينة قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا خزدر نعمة الله عليكم رق الله فكرة أبو مريرا ورينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم schaut mal die Leute die unter euch sind schaut mal nicht die Leute die über euch sind damit ihr die Gabe Allah سبحانه وتعالى nicht mehr wertig siegt das heißt in Dunia in Themen des Lebens schau mal immer die Leute die unter dir sind die haben nichts zu messen die haben kein Haus die haben keine Sicherheit die haben nichts dann bist du dankbar für die Gaben die du hast aber wenn du immer nach den Augenbrauen siehst dann wirst du neidig werden und du wirst die Gabe Allah سبحانه وتعالى erkennen und du wirst nicht dankbar sein und möge Allah سبحانه وتعالى uns dabbau nab surat addariyad 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 dann نحن نصر نحن نصر نحن نصر نحن نصر نحن نصر 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 أعوذ من الله السميع العليم من الشيطان الرجيم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فإن الذكر تنفع المؤمنين فتول عنهم فما أنت بملوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين فتول عنهم فتول عنهم فتول عنهم ترجمة نانسي قنقر 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 فيريد يعطي نفسه وقتا شك شكرا بين الاستعانة والاستغاثة الاستعانة هو طلب العم والاستغاثة طلب الغوث الاستغاثة فيها استعانة ولكن الاستغاثة تكون في وقت يحتاجه الآن مباشرة يعني أن يأتيه الغوث بسرعة وأما الاستعانة فتكون في الأمور دائمة يعني كل عبادة كل دعاء كل شيء تفعله تستعين بالله سبحانه وتعالى إياك نعبده وإياك نستعين فالاستعانة دائما تريدها وتطلبها أما الاستغاثة فتكون في وقت تريد فيه غوثا تريد فيه مساعدة أو معونة خاصة في وقت معين والله تعالى هم الحربة للعوض واللو ألوذ به وأعوذ به ألوذ به أن يتمسك وأتشبث به وأعوذ به وأعوذ به يعني أطلب منه الاستعاذ عنه بمعنى أنك تستجير به تستجير بالله سبحانه وتعالى وتلوذ بالله سبحانه وتعالى ففيه هذا وفيه هذا يعني هي اللغة العربية اللي فيها دقائق بعض المساء الفقر وإلا في المعنى اللوذ بالله سبحانه وتلوذ بالله سبحانه وتعالى يا من ألوذ به يعني أطلب معومته وأطلب حمايته ولما تقول أعوذ به كذلك أطلب حمايته وأستجير به من الشر ومن المعنى والله سبحانه وتعالى طيب إنه يساعد بالله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله تعالى لماذا هذه المتحدة في المتحدة؟ أنا في المتحدة، لماذا لم يكن لديك المتحدة في المتحدة أنا لدينا أيضا أخرى يميس الإدادة إن يناسب إخاظ refuse ي вок maintا حذ الإخذة ميلادين أ desperوع على هذه المتحدة مع الجانب الطيرات أوases آخرى أجل expand how to start elevate اختيلاف همتي رحمة بارك الله فيكم jemand hat gefragt der prophet halloвه hätte gesagt die meinungsverschiedenheit in meiner ummah ist eine barmherzigkeit stimmt sowas nein das ist nicht Aussage von unserem Prophet und das ist auch nicht von der Sahaba und diese Aussage stimmt nicht diese aussage stimmt nicht bei uns roma gibt es ein bestimmtes ritual wodurch die menschen eine besondere bindung miteinander haben sollen als ritual ist man ein hahn welches vom kopf des neugeborenen abgeschnitten wird ist so was im islam erlaubt nein solche sachen die sind von jahriya und solche sachen tut man nicht möge allah uns behaupten worin unterscheiden sich die vier großen männer und nach welchem sollte man sich einen maßstab sollte man sich einmal aussuchen wenn man den einen möchte kann man sich denn aussuchen der eine mann besten gefällt oder nicht nach welchen kriterien geht noch mal erst die vier männer oder die verschiedenen männer es gibt nicht nur vier männer was die leute denken es gibt verschiedene mehr männer aber diese vier die sind am bekanntesten sollte man mit haben man sollte muss man ein maßhab haben auch nicht man muss sich eine aussage von den gelehrten bewusst nehmen und indem man nach beweisen sucht aber sagt man nicht alle leute wissen kennen die beweise ja aber alle leute müssen lernen und die müssen nach dem beweis fragen und die müssen von gelehrten nehmen die die religion mit beweisen und dass man sagt ja ich suche wie ein maßhab das ist gelüstfolgende man darf kein problem aber man darf nicht fanatisch werden und richtiger ist man muss die religion mit beweisen von koran und sunnah authentischen sunnah lernen und was die gelehrten dazu gesagt haben nimmt man die stärkeste meinung oder ansicht von den gelehrten das ist die richtige art und weise wie man sagt ja die leute dann werden die religion sage ich jetzt die welt und die welt in der region ist brauchen diese geschichte mit man da ist missbraucht weil ihr kommt bestimmt gibt es ein anderer meinung wenn ich sie sage allah sagt der prophet sagt die sahabe sagen da gibt es kein wenn und aber mehr da gibt es keine diskussion mehr das ist aufpassen diese aussage man muss ein mädchen das stimmt nicht wegen berauschender stoffe darf man drogen und gras und sonst nein man darf das nicht morphe und ist was das ist das ist wie medikament und die anderen sind keine medikamente wenn man ein schwere gegeben hat noch mal gegeben hat auch wenn zwei und drei und fünf tage dazwischen sind wenn man das gleiche ist da sind man nur einmal und nicht fünfzig mal dazwischen. 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 يأتيك مذهب مثلا فيه رأيك والآخر فيه حديث ما تقول لي أخذ الرأي واترك الحديث أنا أقول لك قال الله قال رسول تقول لي قال فلان يعني تقدم قول فلان على قول الله سبحانه وتعالى على قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يفعله عاقل مسلم فنص الله العافية والسلام سبحانك الله وحمدك أشهد أن الله إلى أنك صحر وكتولك نلتقي يوم الاثنين بارك الله فيكم هذا الدرس ننبري بإذنه بارك الله فيكم morgen ist der Unterricht aus Berlin und wir treffen uns من شاء الله من المنتج سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى diesen Samstag machen wir nicht wir treffen uns من المنتج بإذنه من المنتج بارك الله فيكم وإذنه سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة